اشتركوا في القناة المستويات المتميزة ورائعة التي قدمها في منافسات المسابقة والتي نتج عنها التتويج باللقب الغالد المرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق في هذا الحدث وقد شاد سمه بالمستوى الفني الكبير الذي قدمته الكتيبة الزرقاء في المباراة الختامية والأداء الحماسي والقوى بل والقوي الذي ظهر به اللعبون والذي استطاعوا من خلاله تحقيق هذا الانتصار والذي عكس الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس الإدارة برئاسة سعادة السيد زهير كازاروني لدعم الفريق من جميع النواحي وتهيئة كافة الظروف لتحقيق هذا اللقب الغالد المرة الأولى مشهدا سمه بالدور الكبير للجهازين الفني والإداري لتهيئة الفريق بالصورة المثالية والتي جاءت بمعانقة الكأس كما أشار سمه بأن المباراة النهائية اتسمت بالندية والحماس والقوى من جانب الفريقين الذين قدموا مستوى متميزا خاصة بأنها تحمل اسما غاليا على الجميع وهو اسم حضرة صاحب الجلالة الملك المفادة حفظه الله ورعاه الداعم الأول للقطاع الشببي والرياضية مشهدا سمه بأداء فريق المحرق الذي قدم مستوى رائعا وممتع أكد من خلاله حقيته بالوصول النهائي بكل جدارة متمنيا سمه للفريق بل لفريق المحرق حظا أوفر في المسابقة المقبلة هذا واشد سم الشيخ قالد بن حمد الخليفة بما بذله الاتحاد البحراني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة الخليفة من جهود مميزة لتنظيم هذه المسابقة الغالية التي ساهمت في إبرازه وإنجاحه متمنيا سموه التوفيق والنجاح للاتحاد في تنظيم المسابقات التي تخدم تطوير وارتقاء الكرة البحرانية